السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك الشيخ مصلاح؟ الحمد لله الحمد لله ربنا يزيلك يا ربنا علم يا ربنا وياك ربنا الله من أمين عليكم بعد اذن حضرتك في واحدة اخت كانت سألاني فهي زوجها قال لها انتي طالت في دي مرة قال لها في عصبية انتي طالت وفي مرة اخرى كان هو واخد اشياء يعني مش كويسة متعاطي اشياء مش كويسة فقال لها برضو مرة تانية انتي طالت كان سكران يعني وليه بس اه يعني لا يعني ما في يعني سكران لا يقع وعلى الخلاف يعني بس نختار عدم الوقوع في عقله يقع وفي مرة تالتة انتي طالك واقصد الطلاق وليس التهديد اذا احد من اقربك دخل البيت وبعدها في حد دخل البيت خلاص هو يقصد الطلاق الطلاق واقع والأولى واقع والثانية اذا كان سكران لا يقع في عقله يقع تمام وهو اه فضل الشيخي بتقولي هو اه بيضربها ضرب مبرح يعني وبيطلب احيانا الانقاط محرامية ماشا اه فهي دلوقتي هي طالبة الطلاق بعدها سنتين هي في مكان وهو في مكان وهي طلب الطلاق عن طريق المحكمة وهو مش راضي يطلق فهو بيولا انتي ملعونة دلوقتي ان انتي لا مش ملعونة بس هنا فيها ممكن تختلع لكن هي شحيحة بالفلوس ايوة بالضبط هي محتاجة الفلوس ايوة اه هي دلوقتي اه يقع عليها وزر من ان هي يعني اه في مكان وهو في مكان وان هي هي رفع قضية طلاق للضرر والمحكمة تنظرها ليس عليها وزر الان اه المحكمة نظرت وقالت ان الطلاق لا يقع علي اخلت الطلاق لا يقع خلاص ترجع له او تختلع ترجع له او تختلع ايوة نعم تمام شكرا شكرا الله يكلم